الآن بدأنا يعني صار ثمة مبرر معقول لاغتيال من سفه أحلامهم وحطم آلهتهم وكذا مبرر لديهم مش لدينا أنا لا أبرر لأحد حاشا بس هاوا بمواجهة علنية ما تناصره كخرج منها خرج المواجهات الخفية التي كانت تحصل في بيت النبي صلى الله عليه وآله يهدين صفوان ابن أمية ومعه شخص آخر بطبء روح للمدينة وقتل محمدا وأنا أتكفل بعيالك وبدينك ذهب الرجل فأخبره النبي قال له أنت مبعوت السيف معك كذا وقال لنعم أنت رسول الله انتهى الآمر قال له لو لم تكن أنه لم يحضر التناجي بيني وبين صفوان ابن أمية إلا الله سبحانه وتعالى فلا شك أنك رسوله تتالت المحاولة كان في محاولات من داخل بيت الرسول صلى الله عليه وآله استمرت هذه شو بتكشف تكشف عن جهاز متكامل مو أنه والله إجعى بيله صفوان ابن أمية يطبق فلان يقتل النبي صلى الله عليه وآله وكان لبعض يهود المدينة هوي بوضع السمت في بعض الأطعمة التي يمكن أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله مو هذا جهاز جهازه شغال ويمكن أن يتخلص من غير النبي أيضا وإلا شو بتفسر لي موت أبي بكر المفاجئ ومن له مصلحة في ذلك طيب دس السم لأبي بكر وكما تقول بعد الرواية مو من عنده طبيبه لماذا يسمم في نفس النهار يعني إن كان ثمة الترياق فهو عند ذلك الرجل يعني مش بس قتلوا وسدوا الطرقات أمام الإسعاف للوصول إلى المستشفى معالجة على التطبيق كما في زمان يعني منعوا الإسعاف التي تنقله من الوصول إلى المستشفى هلأ هاي المصالح التي تقاطعت فأتت بأبي بكر خليفة هي نفسها المصالح التي إن صحت روايات أنه سمم سمم من يريد الخلاص منه فيه جهاز يتحكم بيعتبر أنه ربما انتهت صلاحية الأداء لهذا الرجل فلابد من الخلاص إلا حاطبة مش بالسهولة أن تأتي إلى العقبة وتخطيط وتطلع استكشاف المناطق مو مثل الآن بتطلع طيارة صغيرة بتصور لك الدنيا لا مولا هذا يحتاج إلى تخطيط وإلى رجال ودعم لوجستي مش مزحة أنك تخطط لقلب ناقة في أديق موقع من عقبة قد ترتفع ألف متر صحيح ليس صدفة أبدا يعني الوادي يقولون حتما ما حملوا لفاء أنه يصعب عليه طلعوا فيه لفاء تدبير مدروس المتتبع للتفاصيل يدرك هذا ليش؟ لماذا؟ طيب ما أرسى دينه الرجل وفي أواخر عمره ما رأى تستفيد من قتله نعم نستفيد من قتله في أن يكون موته بتوقيتنا لنحكم الأمر من بعده نعم هون صار في اتجاه بعد الفاتح للدخول في الدين والسيطرة عليه من داخلي وفعلا ما مرت الأيام حتى قام أبو سفيان ابن حارب عندما بويع عثمان ابن عفان وهو من بني أمية قال أفي المجلس من يحتشم؟ قالوا لا ورطوا والمجلس قاعد الإمام علي قال تلقفوها يا بني أمية فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار خلي صبيانكم يلعبوا فيه فتصدى له أمير الممنين فنحى باللائمة على من أخبره بأنه ليس في المجلس من يحتشم منه يعني ليس في المجلس إلا أموي من سنخه وهذا يدل على أنه لم يكن ثمة أموي يحتشم منه لأنه آنذا كان قد توفي رحمة الله عليه أو استشهد أو اغتيت خالد بن سعيد بن العاص وإخوته أبان وعمر يعني هؤلاء الأمويين الوحيدين وربما لم يكن يعني إن كان بده يكون محمد بن أبي حذيفة ولم يكن موجودا في ذلك المجلس لا أعلم أمويا غير هؤلاء يعني لا يحتشم منه أبو السفيان الحقيقة هذا أمر مرعب يعني أنا ما جاي توسع في التحليل والنقاش عندي روايات هائلة مرعبة بس أبسط ما يمكن أن نفكر به أنه ثمة جهاز يعمل محاط بتغطي كاملة الكلام أنه اللي كان عم يغتال النبي قبل وفاته بسنة أو أقل نعم وقعت تبوك في آخر حياتي وين اختفوا يا أخي هاو الأربعطاش اللي سميتوهم مقشر ابن فلان في أسماء بعضها وهمي لم لا وجود له أنتو كنا أسماؤه وين النيل ماذا كانت مواقفهم بعد النبي هل موت النبي شكل لهم صدمي فاستفاقوا من نفاقهم وأصبحوا من خلص المؤمنين وقديسون وجمعا لا ينبغي إلا أن نؤدي لهم التحية لا لا نؤدي لهم التحية هذا عمار بن ياسر قال له لواحد لأبي موسى الأشعد قال إني أشهد أن رسول الله لعنك ليلة العقل ليلة الجبل ليلة الجبل قال استغفر لي قال أنا شهدت لعن لم أشهد الاستغفار شو معنيت لم أشهد الاستغفار وأنا بعبيت مع النبي ما فارقت ولدي عم يكذبه بس بطريقة لبقة وعمار ويحى عمار تقتله الفئة الباغية يعني هو من أهل الجنة يدعوهم يدعونه إلى النار ويدعوهم إلى الجنة هنا بدنا نسأل عن مصير المنافقين اللي نزلت فيهم صور كاملة ابن عباس يسمي صورة براءة التي نزلت بعد واقع التبوك بالفاضح نفند تصرفاتهم حركة أعينهم حركة أجسادهم هذا العلم الفراسي كل النفوس القلب سورة المنافقون وين راحت أين ذهبوا يعني هو ينزل سورا تفضح جماعة معينة من يجي من حطة بأسماء وهمية وبعبد الله بن أبي سلون وبفلان وبعلان نعم منافق وكان هناك مناء ليش يوصي حذيفا أن لا يجهر بأسمائهم بعض روايات السلطة تقول كلهم من الأنصار وما الأنصار بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم وكان كلما غضب من بعض تصرفات المهاجرين تداعت الأنصار إلى السلاح نصرة لرسول الله وهم الأنصار الذين قاتلوا بين يدي رسول الله واستشهد منهم العدد الأكبر في واقعة أحد واستشهد زعيمهم في واقعة الخندق سعد بن معا وغيرهم ما لو كانوا من الأنصار لتكفل بهم أقوامهم كانوا أسماء بعضها من قريش وبعضها من من يحتشم ذكره ولذلك كان دائما السلطة ترتجف فرقا أمام المعلومات التي يمكن أن يدلي بها حذيفة بن اليمن وحذيفة أبقاها إلى زمن وفاته عندما ليلة وفاته باحة بالأسماء كما نقل من طرقنا باحة ببعض الأسماء مش بكل الأسماء وبين ما عنده الرجل رحمة الله نحني أتدقى عالي مميخشن نحني أتدقى كما تحيد